أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليم الله اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينيك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمح لال بعد أن شرط عليهم الزود في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخر فيها وزبر جغا فشرطوا لك ذاليك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليل والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتاك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلميك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضانك فبعض أسكنتهم جنتك إلى أن أخرجتهم من غاهر وبعض حملتهم في فلكك ونجيته ومن آمن معه من اللالكتي برحمتك وبعض اتخذتهم لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبتهم وجعلت ذلك عليا وبعض كلمتهم من شجرة تكليما وجعلتهم من أخي ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير آمن وآتيته البينات وأن يتغوا بروح القدوس وكل شرعت له شريعا ولهجت له من غاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أينه ولا يقول حدون لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزا إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وابعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتيك ووعدته أن تضير دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوى صدق من أهلي وجعلت له ولغوه أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وغدا للعالمين فيه آيات بيناك مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك علي وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذير ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعليون مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذوا من خذله وقال من كنت أنا نبيا فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله وأحله محل غارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة غارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديه وزوجه ابنته سيدة ساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمة فقال أنا مدينة العين وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتغى من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان خالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمال وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوتي وأكبت على منابذتي حتى قتلنا كثير والقاصطين والمارقين ولما قضى نحباه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الغاد إلى بعد الهادين والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء والدين إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتلهم وسبيا من سبيه وأقصيا من أقصيه وجرى القضاء له بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعداءه وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياه فليندوا بنا عدمون ولمثل قيم فلتذر في الدمون وليصرخ الصارخون ويضج الضجون ويعج العوجون أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين أبناء الحسن؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العيل؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ لإزالة الهواللات؟ أين المُنصد؟ أين المُنت خير؟ لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيم عالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعسيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهوى أين قاطع حباء للكذب والإفتراق أين مبيد العتاة والمرد أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاق أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفان وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافتراه أين المضطر الذي يجاب إذا دعوا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين بن النبي المصطفى وابن علي المعتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمار يبنى السعادة المقربين يبنى النجباء الأكرمين يبنى الهدى الميدين يبنى الخيرة المهمدين يبنى الغطارفة الأنجرين يبنى العطائب المطغرين يبنى الخضارمة المنتجبين يبنى القماقمة الأكرمين يبنى البدور المنيرة يبنى السرد المضيئة يبنى الشعوب الثاقبة يبنى الأنجم الزاهرة يبنى السبل الواضحة يبنى الأعلام اللائحة يبنى العلوم الكاملة يبنى السنن المشهورة يبنى المعالم المأثورة يبنى المعجزات الموجودة يبنى الدلائل المشهودة يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يبنى الآيات والبينات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البرانين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات يبنى النعم السابغات يبنى طاغى والمحكمات يبنى ياسين والذاريات يبنى الطور والعاديات يبنى من دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى دنواً واقتراباً من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النواء بل أي أرض تخلك أوثرى أبرضوا أو غيرها أمذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيساً ولا مجوء عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوء بنفسي أنت من مغيب لم يخل مننا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائقية مننا من مؤمن ومؤمنة ذكر أفحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاغى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى وإلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوم عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العوين والبكى هل من جزوعين فأساعد جزعه إذا خلاه هل قذيت عين فساعدت أعيني على القذاة هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الرضية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت الواء النص ترى ترانا نحب بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداء كهوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياثان مستغيتين ضجوا إلى الله فأغيث يا غياثان مستغيتين عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إلي الرجع والمنتغى الله ونحن عبيدك التايقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومغاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي كراما وجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشوداء من خلصائك الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد الله صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدتي الصديقة الكبرى فاطمة ابنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من اصطفيت من آبائه البرى وعلي أفضل وأكمل وأتمى وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها الله مواقم به الحق وأدحظ به الباطل وأذل به أوليائك وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظلههم وأعنا على تأذية حقوقي إله والإجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وأمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا واذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجاها واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهم منا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرتان رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريايا رويا هنيئا سائغا نظم أبعده يا أرحمان راحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر